في موضوع آخر لكن هذه المرة في الشأن المحلي تجدد الصراع على موانئ الشحن في اليمن صراعات وتعقيدات كثيرة في الأخير المواطن اليمني هو من يدفع ثمن هذا الصراع وهذه هي الإجراءات متبادلة بين الحوثيين والحكومة تفاقم أزمة الشحن خسائر كبيرة للغاية تتحدث عنها الحكومة اليمنية بسبب ذهاب معظم الواردات عن طريق ميناء الحديدة استيراد المواد الغذائية أصبح الآن عن طريق ميناء الحديدة الحوثي قام بإجراء هو في غاية الخطورة بأنه منع كل المواد الغذائية والواردات التي تأتي من موانئ لا تسيطر عليها جماعة الحوثي أن تدخل إلى صنعاء على الرغم من أنه منذ فترة طويلة وهو لديه نقاط للضرائب ونقاط أيضا للجمارك على الرغم من أن التاجر يكون قد دفع جمارك في مناطق سيطرة الحكومة وفي الميناء ومع ذلك يأتي إلى مناطق سيطرة الحوثي ويدفع جمارك أخرى وضرائب أخرى وأمور أخرى وفي الأخير التاجر سيضيف القيمة الإجمالية على السلعة والمواطن الذي لا وجود للراتب يعاني الأمرين هو من سيدفع ثمن كل هذه المغامرات وهذه الانقسامات طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيفي هنا في السوديو والسر عبدالواحد العوبلي وهو محلل الاقتصادي أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا جزيلا دهت نصر عبدالواحد هذه الإجراءات هذه الصراعات ونك تخوف من المواطن صراحة بأنها في الأخير على جيبه الذي هو فارغ أصلا فأنت كاقتصادي ما الذي ترى وفي النهاية هذه الإجراءات ليست إلا واحدة من فقرات لسلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا الحوثية لجني المزيد من الأموال ونهب المزيد من الموارد من المواطن اليمني والتضييق الخناق على المواطن وإضعافه اقتصاديا بحيث أنه يصبح اليمنيين غير قادرين إلا على الإنصياع عنوة لتعليمات هذه الميليشيا وتحويل أبناء الشعب اليمني بسوى الفقر والعوز والفاقة إلى جنود يأخذهم الحوثي إلى محارق حروبها وهمية تقصد أن هناك سياسة تجوية متعمدة من أجل أن تجعل المصدر الوحيد للمال هو بيدها وبذلك من أراد أن يذهب إلى هذه الجمعات لكن ماذا عن هذه الإجراءات والصراعات الحاصلة الآن على موانئ الشعب؟ ما الذي يحصل؟ اللي حصل زي ما أنت ذكرت وزي ما ذكروا في التقرير إحنا عندنا منذ بداية الهدنة تم تقديم تنازلات الميليشيا الحوثي تمثلت في فتح ميناء الحديدة الذي ظل لسنوات محصورا على استيراد المواد الإنسانية عبر المنظومات الإجنبية والمشتقات النفطية على الرغم أننا كنا نعارض لهذه الإجراءات لكن الآن أصبحت ميليشيا الحوثي قادر على استيراد كل شيء عبر ميناء الحديدة وبموافقة أممية ونقول خذلان أو تواطئ أو ضعف من قبل الحكومة الشرعية وبغض النظر من دول التحالف الآن الحوثي بيجبر التجار عنوة على الاستيراد عبر ميناء الحديدة ونجد الآن أنه ميناء عدن وكل مرافقه خاوية على روشها لا حديثها بلا ميناء عدن بسبب أنه حتى ميناء عدن من البداية منذ مدية الحرف هناك أصلا قيود ومشاكل على استيراد ميناء عدن لأنه في مشاكل ارتفاع التأمين في التفتيش اللي كان بيحصل للسفن بدل أن تأتي إلى عدن بشكل مباشر تضطر الذهاب إلى جدة للتفتيش والعودة إلى عدن هذا بسبب رفع قيمة تكلفة الشحنة لأنه على سبيل المثال كانت الحاوية بتكلف إلى عدن ما بين أربعة إلى خمسة ألف دولار الحاوية اللي بتجي مثلا من الصين أو من صغافورة بينما الميناء المجاور اللي هو ميناء صلالة مثلا كانت تكفته شحن ألف دولار مبلغ كبير للغاية متخيل الفرق إذا كان التاجر بيشحن صلالة ويدخل بر أجد له بالناحية الاقتصادية الآن ميناء عدن مع كل هذه الظروف والقيود أصبح كذلك مجبر بقوة السلاح وبالإرغام من ميليشي الحوثي يعني يأتي إلى الحديدة وجمرك عبر الحديدة ويدفع نقدا التاجر ويدفع نقدا إجراء الأخيرة للحوثي تجبره أن يدفع نقدا ليس حتى عبر حسابات بنكية وعبر التوريدي لمؤسسات الدولة التي حتى يسيطر على الحوثي لأنه الدفع بالنقد معناته فتح الباب على مصراع الفساد معناته أنه مشير في الحوثي المجدل في الميناء ورجالات المتوسيح طيب الحكومة عندما تتحدث سيد عبدالواحد أن هناك خسائر تتجاوزت السبعمائة مليار ريال بسبب فتح ميناء الحديدة خسرتها الحكومة خلال فترة وجيزة وهذا الحديد طبعا كان على لسان رئيس مجلس القيادة دكتور رشد العليمي هذه الأموال بكل تأكيد أنها تذهب في خزينة الحوثي طبيعي طبيعي تذهب إلى خزينة الحوثي وأكثر الحوثي لا يفرض هذه المبالغ وأكثر الحوثي لا يلتزم بمصفوفة رسوم الجمارك المقرمة قبل الدولة الحوثي يفرض رسوم أكثر يفرض رسوم في الميناء ويفرض رسوم في البر ويفرض جبايات تختلف من مكان لآخر وحسب حتى مزاج الشخص الموجود في حين أنه لا يلتزم في المقابل بأي حقوق مثل مرتبات أو حتى خدمات المواطنة لا ليس عليه أي التزامات ولا يقوم بدفع أي شيء لا رواتب لا يقدم خدمات لا يوفر كهرباء لا يوفر مياه لا يوفر حتى إنترنت كل شيء يدفع قيمتها المواطن من مؤسسات خاصة تبع الميليشيا الحوثي الآن أستاذ عبد الواحد في ظل هذا الوضع الحاصل يبدو أن هناك كأن الحكومة والمجتمع الدولي يقف لدعم ميليشيا الحوثي بهذه الأموال بطريقة يعلم أو لا يعلم بذلك لكن ما هو الحل الحكومة تقول أنها مجبرة على هذه الخطوة بفتح هذه الميناء بسبب الضغوط الدولية وحتى التحالف العربي يقول بأنه مجبرة على هذه الخطوة من لدي تقديم فرصة للسلام من أجل الضغوط الدولية الحاصلة على التحالف العربي وعلى الحكومة أنت كمراقب كاكتصادي ما ترى ما هي الحلول زي ما ذكرت وكانه في استراتيجية عامة لتمكين وتقوية وإطالة أمد وجود الحوثي كهم وككابوس يرزح على اليمنيين نلاحظ من البداية أنه كل الإجراءات وكل الحداث التي تحصل تمكن من الحوثي حتى من البداية لو لاحظنا في مجال المساعدات الإنسانية من البداية أصلا لا كانت أن يتم السماح بيوصال المساعدات إلى ميناء الحديدة لكن منظمات الأمم المتحدة متواطئة وتتواطئ وستمرة بالتواطئ مع ملايشي الحوثي وهذه ليست إلا مثال نلاحظ أنه رئيس الوزراء اليمني هذا الرئيس والرئيس السابق طلبوا أكثر من مرة من المنظمات الأممية أن يتم توريد مبالغ المساعدات لما نوصلها مساعدات أكثر من 20 مليار دولار عبر ما يسمع بخطة الاستجابة يعني الأمم المتحدة تحدث عن 23 مليار بالضبط هذا الرقم فقط عن طريق الأمم المتحدة بعيدا تخيل أن هذا الرقم كان فيه طلبات من رئيس الوزراء أن يتم توريد المبالغ بالدولار إلى المركة المركزية اليمني إلى توفير سيولة بالعملها الصعبة وبالتالي يتم الإنفاق على الأنشطة والمشاريع الخاصة بهذه المنظمة بالريال اليمني في المخابر هناك إجراء حوثي هو التحويل النقدي بالدولار بالضبط هذه الخطوة لو كانت الأمم المتحدة تعاونت مع الحكومة الشرعية لكانت على الأقل الريال اليمني حافظ على قيمته وحافظ على قوته في ظل نحن نظل كل شوية نروح نتسول معنا من هنا ووديعة من هنا لنوفر الجزء البسيط من العملة الصعبة فهذه الإجراءات التي حصلت في ميناء الحديدة لدعم الحوثي للتمكن من الوصول إلى الكثير أو المبالغ مهولة من الجمارك ليست إلا واحدة من عدة إجراءات مارستها الأمم المتحدة لدعم وتمكين الحوثي رأينا السلة الغذائية الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي في الخطوط الأمامية الجبهة الحوثي وفي منازل أسر مقاتل الحوثي ورأينا سيارات حتى الحوثي يستخدمها الآن لابتزاز من يريد مثلا سلة غذائية فليحضر دورة ثقافية من يريد فليأتي بابنه رأينا تمويل برنامج الإنمائي للمتحدة يعطونا الحوثي تمويلات لنزع الغام برنامج العزراء من الذي يزرع الغام أصلا غير ذلك برنامج الصحة العالمي أعطى أكثر من 110 سيارة إسعاف على شكل شاص هذه السيارات كلها تحولت إلى سيارة مقاتلة في جبهة الحوثي كل هذا يحصل أمام مرأة ومسمع ونجد وجدنا كل تمويلات التي وصلت الـ 23 مليار التي تكلمتها وصلت إلى مناطق الحوثي واستفادت منها جماعة الحوثي وتم تنفيذ ما تم تنفيذه بشكل بسيط عبر منظمات تابعة وخاصة بجماعة وقيادات الحوثي سيد عبد الواحد العوبة المحلل الاقتصادي رماء الموضوع طويل ويحتاج إلى الكثير من الحديث شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة شكرا لك شكرا لك